موسيقى أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من برنامج ستات دوت كوم أهلاً بيكو عزائي المشاهدين يارب نقضي وقت حاله مع بعض النهاردة هنتكلم في موضوع يخص المجتمع ويخص الأسرة المصرية كلها موضوع كلنا بنعيني منه في مصر وهو التنمر كلنا عايشين في تنمر الأطفال بيتنمروا على بعض والكبار بيتنمروا على بعض بنتنمر على بعض على السوشيال ميديا بنتنمر على بعض في المجتمع في النادي في المدرسة في الشغل النهاردة هنتكلم عنه معنا دكتورة هيبة معنا دكتورة هيبة ومارس تنويم للأطفال والمراقين مظبوط وكتش أسر وعلاقات أهلا بحركة دكتور أهلا بيك يا عمي عامل أي الحمد لله كله تمام إيه رأيك في الكالسة اللي احنا فيها دي صعبة 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 جدا وبتحصل زي ما انت قلت على كل المستويات وفي كل حتة جوه البيت وبرى البيت وعبر السوشيال ميديا وفي كل مكان ده حقيقي والأطفال أكتر ناس بنعيني إنهم بيتنمروا على بعض طبعا والمتنمر غالبا زي اللي بيتتم التنمر عليه على فكرة يعني هما الاتنين يا حرام هما الاتنين عندهم مشكلة آه عندهم مشكلة بداية عايزين نتعرف ايه هو التنمر طيب التنمر هو أن أنا أقذي حد بشكل لفظي أو بشكل حقيقي أو بضرب أو كذا في أي مكان بقى في البيت ممكن يحصل في البيت بين الإخوات ومن الأب والأم أحيانا على الطفل بيحصل في المدرسة بيحصل مثلا على التنمر الكتروني في كل حتة هو أزا سواء كان لفظي أو جسدي أو اجتماعي إلكتروني جسدي له أنواع وأشكال متعددة ممكن يبقى بنظرة فيه تنمر تمام عشان كده حتى في الدين نهو عن أنه اتنين يتناجوا وفيه واحد ثالث بينهم عشان ما يحسش أنه هما قصدهم عليه وده تنمر بالضبط وده تنمر أنه نحن نتوشوش كده ونسيب فلان حتى الموضوع ما يخصوش هو هيجي للشعور أنه بيتم التنمر عليه هو يعتبر سلوك عدواني أصلا طبعا هو فيه مشكلة هنا فيه خلل طالما أنا بتنمر على حد يبقى فيه خلل خلل يا إما تربوي أنا ما تربتش على أن أنا أحافظ على اللبس هي أسباب التنمر اللي أقوله أو بص أسباب التنمر كتير جدا جدا يعني مثلا الطفل ده متنمر ليه أولا ممكن يكون مغرور جدا هم أهله من كتر ما بيمدحوه ما عندهمش اتزان في الموضوع ده فهم بيمدحوا 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 فهو طالع مغرور جدا أو هو مهمل جدا هو محدش بيعبره فهو عايز يقول أنا هنا محتاج حاجة محتاج حنية محتاج معلويات يكون موجود فبيعود لهم متقدود ممكن جدا يبقى قوة بدنية يبقى هو طفل مظبوط وكل حاجة بسهو عنده قوة بدنية زيادة زي الأطفال عندهم هايبر أو الأطفال عندهم ADHD هما مش قصدهم هو عايز يلعب فبينتش مثلا عايزك تاخد بالك منه فبيضربك أو طمعان في الحاجة اللي في إيد غيره فعايز ياخدها أيوة دي حاجة برضو تانية شعور بالنقص شعور بالدونية بعدم الاهتمام من الأهل حاجات كتير جدا ممكن تخليني طفل متنمر فتحب تعرفي كمان شوية حاجات أكتر مثلا في البيت بتحصل إزاي البداية البزرة أنواع التنمر الأول إيه هي؟ طيب إحنا قلنا التنمر اللي هو المنزلي يعني في البيت إحنا بنتنمر على ابننا بنترق عليه بص شعرك عامل إزاي بص ربسك عامل إزاي عشان إحنا نعود انت طويل انت أشايا عشان إحنا نعود ندحك وبنهزر إحنا عائلة فاني قوي عارفة إحنا عائلة دمنا خفيف خفية الدم أن الناس فكرا دفن أيوة بيتريقوا على بعض في النوادي وفي المدارس فاكرين أن أنا كده أنا ببين نفسي أن أنا حد كويس جدا أن أنا بيتريق أنا عارف التريق بص أنت متعرفش تريق معي كده متعرفش تريق عليها ده أنا بيتريق عليك أنت عارفة في مرة يعملوا بقى شئلة لو فتاعة أيوة أيوة في مرة كنت بحضر ستاند أب كوميدي في حد من اللي قدموا الفقرة بتاعته كان بيتريق فهو فعلا ما كانش بيدحك يعني ده تنمر وما ينفعش يبقى كوميدي التنمر مش كوميدي مش حاجة نقدر نضحك عليها خالص دي حاجة بتقذي لقدامك جدا 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 طبعا ده ده يعتبر التنمر اللفظي أن أنت ممكن تقولي لحد كلمة تجرحه كلمة تهينه قدام المنز أو بص شكلك عامل زي أو بص فلانا شكلها عامل زي فهي تسمع أنه ده بيتقال عليها وخصوصا كمان دلوقتي التنمر الأطفال لو لقدر الله طفل عنده إصابة في شكله وعنده حاجة مش طبيعية بيعودوا يتنمر على بعض لأن ما ترباش الطفل على القبول وعلى تقبل شكل الآخر ولغة الآخر ودين الآخر هي بقى انحراف أخلاقي وديني أن الناس ما ربتش ولده أن حرام نتري على حاجة ربنا اللي خلقوا كده أو خلينا نقول عدم وعي عدم وعي من الأهل أن هم المفروض يكونوا ملمين بالمواضيع دي عشان ما يتحطوا في الستوائش المعينة دي يقدروا أنه هم يخرجوا منها سليمين هم وأطفالهم المشكلة أنه هم لما بيلبسوا في الحياة أو بيحصل المشكلة ساعتها بنبتد نركز إزاي نحلها بينما احنا المفروض أصلا من الأول خالص الوقاية خير من العلاج أن احنا ناخد بالنا من الأول من ربي صح من الأول ونوجه أن احنا مفتود إيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعمله ونتعلم ونعلم ولادنا قبول والأهل نفسهم يبقود وإحنا تربينا أن أهلينا بتعمل كده عمري ما شفت أبوي أو أمي مثلا بالتريق أو على حد فبالتالي أنا كمان مش هتريق على حد حرام التريق على خلقة ربنا عشان ربنا ما يزعلش مننا مش عشان حاجة تانية كل حد مقبول كل حد طالما هو موجود على الأرض دي فهو مقبول وهو محبوب من اللي خلقوا فبس كلام الناس يخلص هنا أو حتى توجهتنا للأطفال وإزاي بص ده وبص لا إحنا كلنا سواسية وفيه تمرين حلو قوي بعلمه الأطفال يقف قدام المراية أو إحنا أزفامي اللي نعود نقول الكلام ده مع بعض الطفل يكرر الجملة دي محدش أحسن مني وأنا مش أحسن من حد أنا أحسن من نفسي مبارح هنا إحنا بنعلم الطفل أنه هو ما يقرنش بأي حد في الدنيا غير بنفسه يرضى باللي ربنا كتبه ومبارح دي مش شرط مبارح اللي هو نمت صحيت أنا أحسن من نفسي من ثلاث شهور ثلاث شهور مثلا ما كنتش بعرف أكتب كلمة بعد ثلاث شهور أنا بقيت عرف أكتب كلمة وبقيت عرف أكتب جملة يبقى أنا إيه حصل لي إيه بقيت أحسن من نفسي مبارح فهنا بيعلم الطفل دائما أنه هو يتطلع ومش أنه يقارن نفسه بغيره لأن المقارنة من أسباب طبعا أنه هو يكون متنمر الطفل لما بيتم مقارنته بأخوه بابن خالته هتلاقيه بقى عنده حقد وغل ناحية الشخص ده وطول عمره بيحاول أنه هو يبقى أحسن من فلان لكن هو مش عير فيه يبقى نفسه بالظبط هي مشكلة لازم يرضى بنفسه مقتنع باللي عنده ومقتنع باللي حواليه وهو ده ربنا كتبه لك وهو ده إسمتك يا دي نصيبك على فكرة إحنا لازم أطفال نقولي الكلام ده مش وإحنا كبار بس نقول إسمه مصيب وده هو ده اللي ربنا ادهو لك بس إحنا من وإحنا صغيرين نقولهم حبيبي ده ده بس اللي بتاعك ارضى بيه عشان أنت لو رديد بيه ربنا هيبعات لك اللي أحسن منه واللي أكتر منه فعلا ده حقيقي كمان من أنواع التنمر التانية مثلا إحنا قلنا فيه التنمر المدرسي أحيانا أنا ليه كطفل بتنمر في المدرسة مش عشان ولا حاجة غير أن أنا عايزة بقى ضمن المجموعة الحلوة المجموعة المميزة دي عارفة اللي كله بيشاور واو دول حلوية لا وغير كده ممكن فيه ناس بتبقى عايزة تبقى ضمن المجموعة الحلوية والناس أنا بصي أنا ما حادش عارف معايا كده أنت ما تعرفش تيجي تتريق علي أنا أنا وصحابي أنا تتريق علي هو المفهول ده بقى اللي احنا نعلم للأطفال أنه ما حدش يتريق علي بس كمان أنا ما تتريقش على حد تمام يعني لازم نعلم الطفل الاتزان لأنا أحسن من حد زي ما قلتلك أنا مش أحسن من حد وما فيش حد أحسن مني أنا أحسن من نفس مبارح فهي دي يعني التمرين ده لو مصر عملته إحنا هنبقى مجتمع تاني مختلف فسيحنا عايزين نمر الأهالي قبل الأبناء يعني طبعا الأهالي محتاجين والمدرسين في المدرسة المدرسين في المدرسة ده هما اللي بيتنمروا على الطلبة صح يعني مسببوا عقد نفسية والله كتير قوي لما مدرسة تيجي تقول للبنت أنت وشك مليان حبوب يعني إيه وشك مليان حبوب هي مرحلة عمرية مرحلة عمرية طلع في وشها حبوب إزاي إنتي مدرسة قدوة وأم حتى لو إنتيش أم إزاي تقولي لها كده قدام زمايلها شايفة وإيه تستجاعت عليك مش عارفة إيه التنمر أول حاجة القبول أصلا يعني قبل ما ابتدي أي حاجة قبل ما حل المشكلة أنا لو طفلي متنمر متنمر عليه أو متنمر في الحالتين أنا هقبل الستوائشن دي هقول ماشي تمام مشكلة وبتحصل ويلا بينا نحل قبول فالمدرسين أصلا أو المجتمع بشكل عام لازم يبقى عنده فكرة إنه نقبل للآخر أي أن كان بقى الآخر ده شكله إيه شعر وعمل إزاي لون وعينين وشبهنا وشبهنا عضو ناقص عضو زيادة عارفة بيشوف ما بيشوفش بيتكلم عارفة لهو كمان بزر يعني دايما بيحطوهم في فئة ما فيه نقسم نفسينا فئات أصلا خالص آه أصلا أنت أصمر قوي أصلي ده أبيض قوي شعرك خشن قوي أنت مش عارفة شكلك وحش وانت شعرك كده يعني حاجة بجد مقساة المشكلة إن أنا باتكلم من المدرس ده لازم يبقى قدوة إن الطفل لما حد يتنمر عليه لازم يلجأ لمدرس يتحامى فيه لحد ما أهله حتى يرجع يحكي لهم يا ميست فلان عمل فيه كده يا ميستر فلان عمل لي كده فالمفوضي بقى فيه عقاب عشان المتنمر ده يعني نوقفه شوية عند حده طيب أبو سأنا مش مع فكرة العقاب قوي مش عقاب بس فكرة ليه حبيب نجيب بقى لطفل ليه حبيبي عملت كده ونصالحهم على بعض هو ده السؤال ناس كتير أنا مش عارفة ليه ما بتسألش أطفالها ليه عملت كده بكل بساطة طفل اتنمر على التاني هنروح للمتنمر وبكل بساطة هسأله حبيبي انت ليه عملت كده بعد مقبله أول حاجة أنا عندي أول خطوة هي القبول تاني حاجة السؤال انت ليه عملت كده فهو هيقول لي السبب بكل بساطة على فكرة يا جماعة انتوا ليه مكبرين الموضوع هو الحل عنده يبقى عنده ثقة أن يتكلم جريء غير المتنمر عليه ضعيف مش قادر يقول بيبقى خايف ومكسوف المتنمر على فكرة شخصية ضعيفة شخصية ضعيفة بس هو قادر يقول لا قادر عارفة ستسري يعني اللي هو بيبقى جريء شوية عنده جرأة طبعا هو يبقى مؤذي أيوا بس ضبط كده ولما حد يجي له معاتب عليه لأ عارف اللي هو عنده لأ بس هو لو تسأل بقى تسأل بحب انت عملت كده ليه هيا دي بقى الفكرة هتلاقي بقى الإجابة عشان هو مثلا مثلا عنده لعبة ولا ما عنديش مثلا هو صندويتش بتاعه وشكله حلو كفئتيه وانا ما كفئتنيش فإحنا نحل المشكلة البسيطة الحلوة دي الجميلة السهلة ونخليهم يبقوا أصحاب ويحبوا بعض خلاص وتنتهي المشكلة في كيس كده جات لي كان فيه طفل واثق من نفسه جدا وجميل وحل وبيتم التنمر عليه من طفل تاني فأنا قلت للأم روحي اسأل الطفل ده هو ليه عمل كده قالت لي لأ أو ده أمو أزي وده كذا قلت لها يا حاح ممكن أرجوكي يعني طب بصي مش عايزة تكلمي ممكن بس تحطي إيديك اليمين زي ما الرسول وصى إن احنا نمسح على راسي الطفل ودي كانت من حاجات السنة الجميلة اللي احنا ما بناعملها طبعا امسحي على راسه بإيديك اليمين إسحابي الطاقة السلبية اللي عنده وشوفي هو معنويا بس هي بتحكي لي بقى إن هي أما اضطرت ولقيته في وشها المتنمر ده فقالت هتجرب طريقتي فلما عملت كده الطفل قالت لي هيبا أنا صعب علي لأنه هو كان وشه حزين جدا هو كان متبهدل هي اكتشفت بعد كده إنه بابا ومامته مسافرين هو عايش مع جدته وجدته موظفة فمش فضياله هو محروم بيسمع بقى الطفل التاني بيحكي إيه أنا بابا وماما خرجنا رحنا تفسحنا هو يا حرام يعني هو حرام محتاج أيوة هو محتاج عطفه فهي لما عملت له كده ومسحت عليه ده حكيته بعد ما كانت مأهورة على ولدها على ابنها يعني بقيت يا حرام زعلانا على الطفل المتنمر فهو فعلا الطفل المتنمر ده بيواجه مشكلة وصعوبة فلازم نقبله ونبتدي نتعامل معها بحب ونسأله إنت ليه عملت كده ونبتدي نحن عليه أو نعطف عليه أو نلمسه لمسات حانية ورقيقة علشان يعني يطمئن ويهدى وإنها تزيه شوية بالضبط بالضبط ومفوط كمان طبعا متعوديش تقولي أصله هو أحسن منك أصله هو بيسمع الكلام أنت بتسمعش الكلام أنا بحبه أبتر منك لا لا ولا ما تقولي ليش بحبك دي أصعب كلمة أصعب كلمة إن أنا يعني أشرت حبي ليك بحاجة أقولك أنا مش بحبك عشان أنت بتعمل كذا أو أنا هحبك لو عملت كذا أو أنا بحب أخوك أكتر منك أو ما بحبكش يعني هنا أنا بدمر كل حاجة في الدنيا وكل حاجة حلوة أنا بعملها لابني بكلمة أنا ما بحبكش أو أنا بحبك لما تعمل كذا دي أو حاجة ممكن نعملها لابننا هو بيكره هو مش هيطلع بس متنمر وبيكره أخوك ده هيطلع بشع يعني بجات هيطلع شايل جواك وهيطلع أناني وهيطلع فيه صفات كتير جدا جدا وحشة إحنا دلوقتي لما بنوجه الأهالي مش قصدينا أن أنتوا يا جماعة وحشين أنتوا بس ما تعلمتوش في الله بينا نتعلم بنبهك وصحصحوا كده بس إنهم بتربجوا إزاي طريقة التربية في حد ذاتها أيها أنت كمان ما تعملش كده يعني سوري ما تتريقش على زوجتك قدام ولادك ولا هي كمان تتكلم عنك من وراك قدام الولاد فإنها هي فكرة أن أنت بتتكلم على حد أصلا هو أطخين أصلا هو أمام ما بيحبنيش أصلا أنا مش طيقاء يعني سواء زوج أو زوج يجي تتكلم بقى على مديره في الشغل زملتها في الشغل وهي برضو بتتكلم في التليفون بتحكي عن صاحبتها دي فلان عملت فلانا أهل جوزها بقى أهل امرأة وعرحة أهل جوزها بقى أهل امرأة وعرحة الحكاوي اللي بنوع بنحكيها قدام الولاد بعفوية الولاد بتفضل تخزن 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 كل دي برمجات بتتخزن في عقل الطفل وعندنا من زيرو لسبع سنين كل حاجة بنقولها بيحصل لها محاكاة سواء دلوقتي في اللحظة دي أو بعد كده بتتطبق بشكل لا واعي جدا غير مقصود جدا أنت دخلت برمجة فأنت بجد عايز تشوف ابنك كويس اعمل كويس هو امرأيتك بالضبط هو امرأيتك شفته بيعمل حاجة وحشة أعرف أن أنت اللي عملت ده على فكرة بشكل مقصود أو غير مقصود رأي بنفسك أو رأي بنفسك كمان الأهالي لما حد يجي يقول لها المدرسة في المدرسة كان زمان في حاجة اسمها أخصائية اجتماعية لما تتصل بولية الأمر ابنك عمل أنا مستحيل ابني يعمل كذا أنا ابني متربي أحسن تربية طيب تحاول تروح وتشوف ابنك عمل إيه اقبل للفكرة وبعدين ابنك يرجع خده بالراحة انت عملت انت المدرسة تكلمني انت عملت وسويت طيب أبسط من كده عادي تكلمي معابل روح طيب انت عملت كده ليه طيب احكي لي وانا مش هضربك احكي لي وانا مش هزعل منك ايوة انت رفحكت لي وما جدتش عنها هكافأك بصي في حاجة مهمة جدا اسمها كواليتي تايم الوقت بتاعي أنا وابني وكل طفلة على حد على فكرة يعني كل واحد لوحده لو انا عندي 3 ا4 اطفال يبقى كل حد يلوف اليوم او كل مثلا كل كم يوم 5 دقايق 10 دقايق انا وانته بس يلا نحكي انا هحكي لك حصلي النهاردة احكي واحد اتنين تلاتة ويلا اسمعي منه يمكن لو هو مش متعود وده موضوع جديد عليه هتلاقيه في الاول مش عايز يحكي او بيحكي حاجات مش حقيقية او بيحكي بيحور شوية او اي حاجة معلش مرة واثنين وتلاتة لما هي حس منك القبول هيقولك هيبقى متطمن هيبقى مش فايقرات دي فالي هيقولك على فكرة يا مامي انا النهاردة ضربت فلان علشان هو خد مقلمتي مثلا نبتدي بقى ما نقولوش لا اه وازاي تضربه لا 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 طب حبيبي هل في حل تاني كان ممكن نعمله معاه طب ايه رأيك نفكر سوا يفتحي دماغه خليه فكر لغة الحوار بينك وبين ولادك مهمة بتأسطري مسافات كتير قوي المشاكل كتير قوي 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 هتحصل لك بعدين وانتي اللي هتندمي برضو صح فمن الاول حليها بان انتي تقربه مع بعض ولازم الاب ليه دور والام ليها دور لان الاب ليه فيه حاجات معينة هو اللي يكلم فيها وفيه اعمار معينة يعني الاب يبقى صاحب الولد او كده اه انا عارفة ان احنا خرجنا شوية بموضوع التنور بس دي حتة انا بحب يعني اقولها دايما للناس فيه اعمار معينة لازم الاب يبقى موجود فيها للولد والبنت للولد عشان يتعلم ازاي يبقى راجل لانه طول ما هو تربيت ماما هيبقى ميل لجو القنوسة شوية لان احنا عايزينه يتعلم مش عارفة اقولها المصري لازم يتعلم زي يبقى راجل يعني ايه ايه وبالنسبة للبنت لازم يتعامل لها حاجة اسمها اغراق الاغراق ده عبارة عن ايه ابص البنت كده اقول لها شكلك امر اعاكسها ايه ايه لان هي لما تيجي تسمع ده من الشارع هيعجبها فلما يعجبها تبقى عطشاناله ولما تبقى عطشانة لشعور معين ممكن تغلط او ايه لازم تبقى متوفرة لازم ولازم تبقى من الاب لو ما فيش اب يبقى الاخ الكبير لو ما فيش اخ كبير الجد الخال احنا معنا تريفون تقريبا اوكي اهلا استاذة سامية من المنوفية اتفضلي يا معيز اهلا بحضرتك استاذة سامية مع حضرتك ممكن اتفضلي اتفضلي حبيبتي كلمي الدكتور الدكتور معيز اهلا وسهلا انا عنده خمس سنين وانا عنده خمس سنين وايه بيقول عرفوز وايه وانتراب وانترابوا كتير وما فيش فايدة فيه بتدربوا كتير وما فيش فايدة فيه طب لان هو هو الضرب ومش الحل الحل ان احنا نتحاور معاه نحتضنوا ونقبلوا تحسسيه بالحب وتشوفي لما تحصل مشكلة او يتصرف تصرف غلط هتسأليه انت بتعمل ده ليه اسأليه وفهمي منه وفي كل مرة اقرابي منه اكتر لحد ما يعني تحس انه العلاقة بينكم بقت كويسة الضرب مش حل لو عايزة تعقبيه ممكن تعقبيه خمس دقايق هو دلوقتي عمره خمس سنين فانت هتعقبيه ان هو يعود لوحده مثلا على ناحية خمس دقايق على قد عمره بس اعود فكر في المشكلة اللي انت عملتها خمس دقايق وبعد كده تعال حكيلي فكرت في ايه او حسيت بي ايه انا عقبتك انا زعلانة منك تودديله قوليله هزعل منك طب انت عايزة ولازم مهم جدا ان هي تقوله ان هي بتحبه في كل الاحوال حتى لما يغلط او حط قطع تقريبا بس هي اكيد سامعانا هي مهم ان هي تقوله انا بحبك في كل الاحوال مهم جدا لازم تعرف الطفل ان انا سواء زعلانة منك انت عملت صح انت عملت غلط فانا بحبك ويا جماعة احنا مخلوقين بني قدمين مش ملايكة طبعا كلنا فازاي نقبل على نفسنا ان احنا بنغلط وما نقبلش ده على الاطفال انا مش عارفة مش عارفة ازاي ما بنقبلش ده بس فيه اطفال عندهم طاقة زيادة يعني هو بتضربه لان هو ما بيسمعش الكلام عنده طاقة زيادة لانها مش موزفة طاقة دي اي مش موزفة طاقة دي بمكانها جماعة احنا ليه ما نوديش نوادي الاطفال دي تلعب رياضة انا ما عنديش امكانية يا مية اودي نوادي مراكز الشباب نلعب في البيت نجيب لعب تعليمية عارفة الجناين اسعارها بسيطة جدا ومراكز الشباب دلوقتي اسعارها بسيطة جدا ممكن نوادي الولاد بدأ اشتراكات بسيطة جدا ممكن تودي لعب اي حاجة فضي طاقته عاوزين يتعلم يتعلم مع الناس يبقى شخص اجتماعي على فكرة المتنمر ده برضو شخص مش كتميعي اه طبعا هو متوحد جوه نفسه وحسس بالدنيا بالضبط وحط النفسه كيان هو عايز يعيش الكيان ده حتى لو هو مغرور على فكرة هتلاقيه برضو هو مغرور وشايف نفسه وانا افضل حاجة فانا مش هقدر اتعامل مع الناس دي برضو يعني هو في كل الاحوال سواء هو شخصية ضعيفة جدا او مدللة جدا فمغرورة في الحالتين مفيش توازن يا مية التوازن هو المطلوب عارفة زي لما بيقولوا في الاديان السماوية ان لازم يبقى فيه وسطية تمام صح فلازم يبقى فيه وسطية بقى كل حاجة قصيها على كل حاجة في حياتك الاكستريم او التشدد او الانحراف يمين اوي او شمال اوي غلط لازم نبقى دايما في نص الطريق اه دايما لازم الوسط هو خير الامور الوسط في كل حاجة بالضبط بس لازم برضو انا بقول ان احنا لازم نفرغ ما هي اسباب التنمر داي يعني انت الطفل دا طلع متنمر ليه ما هو يا اما تفاقق اسري يا اما انحراف الزين والاخلاق اللي احنا شايفين ويا اما هو شايف مقارنة عدم توازن في المكتما ايوة يعني هي دي اسباب زي ما احنا قلنا ضعف الشخصية الغرور الزايد والدلال الزايد والمقارنة وعندنا مثلا الاهالي برضو اذا كانوا بيتنمروا اذا انا مثلا بنتي خرجت بيها في مكان فقالولي ايه دا هي بنتك مش شبهك كده ليه اوه مشكلة بنتك وحشة قوي كده ليه طلع الاهل ابوها يعني انا مش شبه طلع العمتها طلع العمتها طلع العمتها طلع تطلع زي ما هي على فكرة هنا مهم جدا ان انا عشان انا عارف الحطة بتاعت الستات دي اللي هي بتتكسف فتقوم تضحك تجاملهم اوه لا ارجوكي تيجي على الطفل بتاعها على حسن ابنك او بنتك اربوكم انا معنا وستاذة شايمات معلش القطع كلها اهلا وستهلا اهلا بحركة استاذة شايمات فضالي هالو هالو وعليكم السلام الحمد لله وطي شوية ممكن توطي شوية بس التلفزيون بعد اذنك وعليكم السلام زي كتبتورة انا عندي ابني عند ناشي انا عندي ابني عنده طبع سنة اقول ابتداء بس على طول مغلبني وعلى طول شاقي ومش عارس اعمل اساسه ويجي شوية بالسياسة وبعد كده نفس الطريقة تاني ونفس اخته نفس الطريقة برضو مش عارس اعمل ايه اشقية قوي يعني ما بيسمعوش الكلام ولا عندهم فرطة حركة ولا ما بيسمعوش كلامك في العيدي لا امه امه اطفال عديين والله بس الناس دايما بتظلمهم متقول فرطة حركة الفكرة كلها طب بصي يا شايمة طالما انت عندك النسخة مكررة يعني اتنين فده اكيد 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 مش منهم فاحنا هنركز هنا احنا بنعمل ايه في البيت ممكن يكون مثلا حد بيلعب معنا بعنف يعني مثلا انا بابا بيجي يلعب معايا بعنف فانا هبقى عامل ازاي هو بيلعب معايا مش بيأزيني بس انا لما هجي لعب مثلا برا مع حد انا عرف طريقة لعبة واحدة اللي بابا بيلعبها لي اللي هي معنف هو اللي بابا علمي عليها انا تربيتها على طريقة اللي بدي هبقى ايه هبقى عنيف هبقى شقي وبعدين انا لو ما عنديش مساحة من الحركة انا طفلة عندي طاقة كبيرة جدا جدا احنا اللي طاقتنا مطفية على فكرة لكن هم عندهم طاقة وده الطبيعي وده الصحي جدا لو ابنك قاعد ما بيتحركش هنا تبقى في مشكلة لكن طالما ابنك بيتحرك ده طبيعي جدا لو في جنينة جنب البيت ما عنديكش اشتراك تقدر تدفعي اشتراك ما عنديكش وقت ودو جنينة مره 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 يعني حتى لو انت بتقولي تعبانة ومش قادرة ومجهدة من البيت ايوه بس ضبط كده حاولي يبقى في حاجة ما بينكوا ولازم حركة يا مي لازم حركة لازم مكان مفتوح وجري ونشوف بعنينا مناظر كويسة خضرة مثلا مية دي حاجة مهمة بتهدي الأعصاب على فكرة الألوان دي اللي هي الأزرق والأخضر بتهدي الأعصاب جدا وبتخلينا ننطلق لو البيت مثلا على فكرة ألوانه محفزة ونارية ولو بلبسهم وده مهم جدا اللون الأحمر والألوان النارية اللي هي أورنج بقى والفوشية والحاجات دي دي طاقة حركة زي الشمس كده طاقة حركة عشان كده النهار للمعيشة للحركة واللي منه بالضبط فدي طاقة حركة حلوة أوي نعمل إيه لما أنا عايزة أودين نادي هلبسه الألوان النارية دي يخرج ويفرغ ويعمل كل اللي هو عايزه كده لما جي بقى ألبسه وقت النوم هلبسه إيه بيبنون اللون ده جميل للحلوة اللي أنا لبسها أبيض حاجة ريئة كده عشان ينحوه مرتاحة تعستي الألوان الخفيفة الأخضر الفاتح كده علشان دي طاقة هدوء ويلا بينا ننام لكن أنا مثلا هلبسه أحمر وهو في البيت هيقلبهولي طبيعي جدا وما تسألنيش ليه الألوان بتأسطر تالي؟ حتى البيبز الحرام اللي بيلبسوهم أحمر حرام عليكم لسه ملاك ليه اللي بتولعوا الدنيا كده هتلاقي البيبي بيعاية طويل مش عارفين البيبي بيعاية ليه من طاقة اللون فعلا فعلا يا خوة ربي شفتيه سر من أسرار الألوان رب تكوني استخدتي أسرار شايماء إن شاء الله فإحنا مهم جدا إن إحنا نكون مع أطفالنا عندنا قبول ليهم وعندنا استعداد إن إحنا نسمع هو كائن حي مستقل ربنا خلقه مستقل هو مشتابع لحد فينا فمش لازم يبقى نسخة مني ولا نسخة مام بابا فلازم يبقى نسخته هو الأصلية فياريت نسيبهم بحريتهم في حاجة من الحاجات الحلوة قوي اللي أنا بقول دايماً بنصح بيها طبعاً محدش بيسمع كلامي فيها بس أقول يعني سيبوا حيطة فضية بيضة كده في البيت جوه قضتهم يشخمطوا فيها أنا عارفة محدش هي أيوة عارفة محدش هيسمعني بس بلاشت عارفة الورق الكبير قوي ده أيوة لزقوه على الحيطة وخلي الأولاد طالما عايتين تحفظوا على الحيطة صح والله صح جدا فيها تفريغ جامد جدا 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 وحتى الطفل بيعبر بالرسم فلو هو بيتم التنمر عليه أو هو عايز يأذي حد هيعمل ده في الرسومات فهتفهمي لأن في أعمار لحد والألوان كمان زي ما أنت بتقولي بتبين هو إيه اللي جواء إيه الشعور اللي جواء دلوقتي اللون ده غامل اللون ده فاتح هو حاسس بغضب ولا حاسس بهدوء ولا حاسس إيه صحيح جدا بحاجة حلوة جدا يعني الطفل لحد ست سنين على فكرة ما بيعرفش يعبر عن نفسه بالكلمات قوي يعني مثلا لحد أربع سنين أصلا ما بيعرفش يعبر بالكلمات عن مشاعره فبيطلعها في الرسم بعد كده ممكن يبتدي يعبر بشكل خفيف لو أنت متعودة أنت تعملي حوار معاه وناخد وندي في الكلام فيعبر عن شعور وأنا بيتم التنمر علي أنا مثلا عايز أأذي فلان عشان أنا مأذي من بابا بالنسبة للطفل من عائلة منفصلة مثلا ده كمان هو بيواجه صعوبة كبيرة جدا عارفة أنه أي طفل على وجه الأرض أبوه أمه بينفصله هو بيجيله شعور ده خلوه أنه هو سبب أي طفل على وجه الأرض فما تقوليش إحنا عمرنا ما قلناه كذا إحنا منفصلين أو كذا هو عنده شعور حاسس أنه مش موجودين مع بعض بالضبط حاسس أنه يخصوصا بقى لو الأهل مثلا بيزموا ببعض أو في مشكلة ما بينهم ده بيزوت طبعا الشعور أنه هم مثلا يشكروا ببعض من وراء بعض يقولوا لأ ده بابا ده كويس فهنا ثقة بنفسه هتقل فلما تقلها يحصل إيه يما هيبقى متنمر يما هيبقى متنمر عليه وهي وجهين لعملة واحدة اللي هي عدم الثقة بالنفس ما هي المشكلة المتنمر عليه أو متنمر هم عايشين طول الوقت في حالة على فكرة كآبة وحزن وعدم ثقة بالنفس ومش عايزين يحضره بالغير لا المتنمر دايما فيه عنف المتنمر عليه ده يبقى تكاشش خايف أنه يتاقيتان أو يتاقيتان والله مش شرط هو بيأذي على فكرة ممكن يكون المتنمر ده بيأذي بشكل مش واضح إزاي؟ إنه هو ياخد شنطة الطفل التاني يضيع له حكته هو ما عندهش ثقة في نفسه أنه هو يواجه أو يروح يضربه هو متغاز منه بس لا فيه تنمره الجسدي برضه أنه ممكن يضربه فيه طبعا موجود يعني يجرحه قدام زميله أنت ما عندكش القوة أن أنت تضرامي أنا بس اللي قدر أضربك أنت ما تقدرش تردهالي آه طبعا بالذات لو مثلا كان جسمه أكبر شوية منه آه بالضبط كده ففيه أوجه كتير للمتنمر بس هو في الآخر شخصية ضعيفة بشكل أو بآخر حتى لو هو مغرور فهو ضعيف من جوا أبوه أمه منفصلين فهو عنده ضعف شوية والمفتاح والسوشيال ميديا والعنف اللي بنتفرج عليه على الكارتون بس ضبط كده هما بيقلده أصلا أي حاجة بيتفرجوا على فيديوهات محاكم آه فهم أي بس ضبط كده هما بيقلده اللي هما بيتفرجوا عليه مزبوط حتى لو هو غلط فهما شايفين أنه ده صح بيكون شخصياته دلوقتي أنه يوتيوب طالما هو بيتفرج عليه فهو صح مين بقى اللي هيقدر يحدد هو بيشوف إيه أنا كأم أو أنا كأب أصبط الدنيا أقنن لازم بقى بأسلوب كويس قاعد أقول ممكن نتفرج مع بعض طب وليل أنت بتعمل إيه بحب لكن طوله ما هو خايف عارف أن أنت هتمسحي اللعبة دي أو هتشيلي منه التاب مثلا لو أنت عرفت أنه هو بيعمل حاجة غلط الخوف ده هيخليه داري هيخليه دماغه دائما شغالة أنه هو هيداري الغلط اللي هو بيعمله صح فأنت مش هتعرفي إيه الغلط اللي هو عامله هيبقى كذاب هيبقى طفل كذاب ونستي الخوف الأم أو الأب يبقوا متصالحين أمي مع نفسهم أنه هم يواجهوا أنه عندهم طفل متنمر لما حد بيلخهم مثلا في النادي في المدرسة في أي مكان ابنك عمل حاجة غلط لا ما يكبرش أن ابنه ما بيغلقش هو ممكن بكل بساطة يقول طب أنا هشوف هشوف أيوة يعني مش لازم تقول أيوة ده نه ربي أنا هعمله ومش لازم تقول لأ ابني ما بيعملش لا أنا مقلنش من ابنه قدام الناس بس يتعامل بالشياكة مع الناس ومع ابنه عشان يصلح الغلط ده لأن الكاف ينفع على فكرة ينفع يعني ينفع نبقى كده ليه لازم يبقى عندنا وش من وشين معنا أستاذ عبد السلام المرسى متروح أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه بالنسبة حريكي بتتريمتي بالنسبة لأطفال اللي هي اللي مقاطرين أبوهم ومقاطرين تمام اه بالنسبة للأطفال ديها علاقهم بكلهم اللي انت مش عايز في كل خالص والهم متسلطة متنهودة الأسباب بتاعتها دنيا ما كانتش عايزة تسيش مع الأب فخلفت عشان تاخد فلوس من وراء الأب احنا بنا عايزة للمشكلة الأم هي اللي عايزة تتعايز لك أصلا كده طب هنا احنا نحاول نروح للمتخصصين يعني هكلم الأم واقول لها احنا دلوقتي ابننا بيواجه مشكلة واحنا عايزين ويطلع أحسب مني ومنك فإيه رأيك أنا وانتي نروح لمتخصص وفيه متخصصين بس للانفصال مش كمعين فيه أهل مش مقتلعين بالتخصص ده وان هي تروح لمتخصص أصلا يا شاكين أنا أبني مش مجنون لا هي هي اللي تروح لمتخصص مش ابنها يعني هي لو روح تتعدي لنفسها هي مشكلة ده هي مقتلعين هي صحة يا دين مشكلة بس هو اللي عايز أحسن حاجة لولاده وعنده استعداد ان هو يسمع طبعا أكيد اللي عايز ربي تربية سوية وتربية إيجابية وتربية صحيحة بجد أصلا هو ده يعني هو ده جيل المفروض للمستقبل هو ده اللي احنا المفروض هنطلع به بعد كده بنبني أمة بنبني أمة بس انا مش عارفين أصلا نبنيها خالص المشكلة دلوقتي الأم مشغولة والأب مشغول والولاد عايشين براحة راحتهم مفيش حد يقول ده غلط وده صح ودعي بس في حاجة مهمة برضو يا مية زي ما الأستاذ كده قال دلوقتي مثلا هو عنده استعداد ان هو يطور من نفسه عشان خاطر ابنه أو يساعد ابنه والأم رفضة وفي حالات كتيرة جدا بيبقى العكس الأم تبقى عايزة تحسن من حال النفسية لابنها والأب مثلا لا اشتغلي اعمل اللي عليك او اعمل اللي عليك اتعلم يعني مش عايزة تروح نتخصص يوتيوب مليان فيديوهات فيديوهات مش محتاج اه اه محل مشكلة ان ابني بيكزب هتلاقي ان ابني عنيد هتلاقي ان ابني عصبي ان ابني متنمر ان ابني بيتم التنمر عليه في فيديوهات كتيرة جدا عربي وانجلش ولغات وكل حاجة بالبلدي وباللهجات المختلفة بكل حاجة اهلا وسهلا تفضل يا استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام اسمحيني اتكلم الدكتورة بس اه تفضل دكتورة عندي ولد اثناشر سنة وحضرتك يعني دائما يعني يجي نزل الشارع يلعب مع الهال الصغر منه ما يلعبش اللي ما نسي انه وبعدين الساروة الكلامية عنده ضعيفة جدا ودائما نسأله على أشياء كتيرة جدا عادية جدا يعني دائما يكون ان هو مش عايش في وسطينة اي حاجة دي اي 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 يابا دي اي 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 بابا دي اي 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 يبا دي بيسأل على المواضيع وايه رأى حضرتك يا عمي؟ طيب إنه هو بيلعب مع أطفال أصغر منه هو حاسس إنه هم قريبين منه هو حاسس بالاطمئنان مع الفئة العمرية دي السؤال إن الطفل اللي بيسأل كتير ده بالعكس ده الفضول الحلو يعني هو بيتعلم حتى لو الأسئلة كتيرة دي ميزة مش عيب يعني دايماً مثلاً جيب له كتب يقرأ كتب مصورة لو هو صعب إنه هو يقرأ مثلاً أو القراءة عنده شوية صعبة كمان بالنسبة لأنه هو مش متوافق مع الأولاد اللي في عمره أو هو قال إن الكلام عنده صعب ممكن تروح لمتخصص تخاطب أيوة يعني أنا عايزك تدور كده في البيت إيه الأسباب اللي خلت ابنك متأخر شوية ممكن يكون مثلاً أنا طبعاً معرفش بس أنا بقول المشكلات بشكل عام ممكن تبقى فيه عمف في البيت ممكن يبقى فيه تسكيت عارفة كل ما إبني ييجي يتكلم فأنا أم بجوبة بدله فهو معده صقف النفس ومش عارف يتكلم بعد كده فإحنا لازم ندي الطفل مساحته من الكلام والتعبير عن المشاعر علشان يقدر يواكب الجيل اللي هو منه أو الناس اللي من نفس عمره يبقى اجتماعي بشكل كويس كل الحاجات بتيبقى مشكلتها أساساً أساساً من البيت أو ممكن يكون يتأذى بشكله أو بآخر فبقى مش عارف يعبر فلازم نعرف إيه الشعور اللي جواه اللي مخليه مش عارف يعبر أو يتكلم أو بيتعامل مع ناس أصغر منه عشان يحس أنه قدر يتعامل معي عارفة الأطفال اللي عندهم تأتأ يا مي أحياناً جداً بيبقى ترومة صدمة حصلت له في وقت معين فييجي الطفل يتأتأ عند موضوع معين نركز هو بيتأتأ إمتى لما نكلم فلان أو لما يكلم عن فلان أو لما مثلاً يشوف حاجة معينة نركز إيه الحاجة اللي سببت أو اللي في وقتها هو بيحصل له الموضوع ده فهنا هنعرف إن حصلت مشكلة حصلت صدمة فاستسببت بموضوع التأتأ ده مثلاً يارب تكون وصلت لك المعلومة يا أستاذ محمد هو تقريباً فصل طب قولنا بقى إزاي نخلي الطفل طفل اجتماعي طفل يقدر يتعامل مع كل الناس من غير ما يغير من فلان ومن غير ما يضغوز من علان ومن غير ما يدرب ومن غير أول حاجة في البيت كده زي ما احنا قلنا في الأول خلص القبول أنا أقبل طفلي ده مهما كان شكله ومهما كان طريقته ومهما كان أين كان بقى الحاجة التانية أن أنا دايماً أسأله دايماً يكون في حوار دايماً بيني وبين طفلي الأب والأم لازم يبقى فيه كواليتي تايم لنا إحنا كأسرة مع بعض ووقت خاص بالأم والابن أو الأب والابن وكذلك الابنة يعني بعد كده لو أنا بعمل عنف منزلي لو أنا بتنمر لو أنا مثلاً بعمل أي تصرف سلبي يبقى أنا هواء أفده تمام مهم جداً حتى لو أنا مثلاً عارفة مثلاً ييجي يقوله الراجل ما يعيطش البنت مش عارف إيه لازم تعبر عن مشاعرها ويعبر عن مشاعر لازم دي العياط ده طول ربنا خلقها عشان نفرغ بيها مشاعر فأنت إزاي بتطلبه بلاش نحبطه مش بساً تحبطيه أنت عارفة أنت بتحوليه لإيه بعد كده في المجتمع لبني أدم آسي ما عندوش مشاعر ما بيعرفش يعبر عن مشاعر فبالتالي هو ما عندوش مشاعر كله مكبوت جوه ايه انكلودنج دموعه القديمة من هو طفله صغير كله متخزن جوه مكبوت 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 بالضبط وكل كيعة بقى قدي كده نروفش نخلص ربنا يصلح حالهم كلهم أنا اتشرفت بوجود حضرية يا دكتورة هيبة وأنا جداً وأنتمني أن تقابل تالي إن شاء الله في حلقة جديدة لن يكلف موضوع جديد أتمنى شوفكم الأسبوع جاي على خير إن شاء الله في ويرب يكون حالة حلوة واستفدتم منها شوفكم على خير واي باي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة